جوحة رائفين جوحة رائفين الدنيا وما فيها عديت عام الجيش وإلى لا لا لأنه كالعديد من التونسيين اللي عندما يكونوا في الدراسة خاصة للجامعية يقع عفاهم من الخدمة العسكرية معتا مش هربت لا أبدا عمره ما يهرب من الجواجب الوطن للإنسان كيفاش نجم تكون غدوة القائد الأعلى للقوات المسلحة الثلاث وانتي حتى عام جيش ما عديتوش الإنسان في الدنيا القيادة العامة للقوات المسلحة ليست هي عمل فني على الميدان بل هي عمل قيادي والعمل القيادي له مؤهلاته وتجربتي في القيادة وتجربتي في أخذ القرار هي اللي اتأهل إلى القيادة العامل وليس العمل الفني متاع حمل السلاح أو الرمي بالرصاص واضح سامحني معتا بالحق ولاي سيسوريوم حتى حد من ناجم يشكك في إمكانياتك الاقتصادية المالية ماشاء الله زاخر ولكن تعرف لي أنت اليوم تعدو بمرحلة خطيرة أمنيا الإرهاب يدق حدود تونس الإرهاب موجود في دولة بجنبنا وهي ليبيا الإرهاب موجود خاصة من توانسة موجودين اليوم في سوريا والعراق فما إمكاني أنه غدوة يرجع للبلاد التونسية فسي مصطفى كمال نابلي كفيش نجم يتعامل مع المسألة هذه خاصة وإنك تنجم تكون القائدة الأعلى للقوات المسألة الحمراء الشيء اللهم هو القدرة على القيادة القدرة على اختيار القيادات وعلى اختيار المسؤولين وعلى تقييم البرامج المتاحم والعمل المتاحم على تقييم الاستراتيجيات اللي يقع وضحها والمسألة التي يقع الاعتماد عليها في قيامهم بعملهم هذه هي الأشياء اللهم على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى مستوى رئاس جمهورية بصفة عامة وليست أمور تقنية أن تعرف كيف تستعمل سلاح أو تستعمل شيء من هذا القبيل أو ذاك هي القدرة على القيادة القدرة على المسائلة القدرة على اختيار الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب ومسائلتهم ومتابعة العمل المتاحهم